مرحبا بكم في قناة مطبخة نمسان اليوم المطبخي يجب عليكم وصفة الكيكة التي قمت بها هدفين ربي يكتب شوفوا شهر جيدة الكيكة سهلة التحضير غبزوا شحبيبات البيت ثم فرحت العائلة ديالكم مكونات ديالها موجودة في كل بيت لا بخوتوكو لا فصوال حلوالو ما عندي لا لتبصي الليدور لهادك الساخسو لاوالو وجدت لهم كيكة رائعة بدوقين كغامل والشوكولا فرحت بها عائلتي جي خفيفة ورطبة شحن ما تاكلوا منها ما تشبعوش خليكم معايا بشتوفوا المقادر وطريقة التحضير نبدو باسمي الله على بركة الله اول حاجة اللي بديت بيها قديت على الفرن ديالي يسخن لي مليح 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 ملتحت على مية وثمانية درجة مئاوية عود بت المول ديالي هاد المول ديالي قدر ديالو خمسة وعشرين سنتيمات دهنتو مليح مليح بالزبدان انا حب نستعملي ديال تحبو تستعملوك باسو لكن الاختيار دهنتو غاية الغاية في القاعدة وفي الجناب عودت مشي تخسلتي ديالي هاديك الماكارين عادت مشي ترفتح شوية الفرنة وراني لنرش غاية الغاية المول ديالي بها ديالي الفرنة ولكن فيه لفاية الفرنة نحيوه ونخليوه على جانب والان مشيوه ونوجد الكاكي ديالنا نحتاجه فيه الى زوج حبات تاعه والاجداد تاع البيض درجة حرارة المطبخ نزيدو عليهم ملعقة صغيرة على الفاني نزيدو عليهم كاس من السكر ساعة الكاس ديالي هي متين مليلتر ونجيبو الباتر وندعو نخلطوه غاية الغاية هاديك والاجداد مع السكر حتى الخليطة ديالنا يبيض توجدو تسرينو على الباتر في هذه المرحلة بسحمد عليكم تستعملوا الباتر باش الكاكي ديالنا يجينا خفيفه ولكن لا استعملو فيه قوي حاولو تخلطوه غاية الغاية بعد تخلط لي الخالطة اليالي مشيت ضحت عليها نصف كاس تعزيز هذا النصف كاس تعزيز قسمتو على ثلاثة المراحي ثلاثة تعدو فوعات نعمل شوية ونطرب نعمل شوية ونطرب حتى أكملت هذا النصف كاس تعزيز عاود مشيت جبت كاس الحليب الزيب ديالنا خاصنا يكون عنا بدرجة حرارة المطبخ نضيفه في المواد الجافة قمت بها ملعقة ملح ملح تلك كاكاو المر اضيفه في المواد الجافة نضيفه في المواد الجافة نحل كم الكويرات نضيف علبة و نصف تخاملات الحلوية نضيف علبة و نصف تخاملات الحلوية نسرت كل شي و نحاول كم الكويرات نضيف الفارينة و كاكاو في الخليطة نضيف ملعقة كبيرة للجلطة ندخل جميع الملعقة كاملة نضيف خل الكل نضيف ملعقة كبيرة للجلطة و نعطي الهاتف و نحاول ملعقة كبيرة العديد كم انواع الماضي لان الكيك موسكوتو جيرا وعن نتيجة عاوض كنتي ونفرغوه نطلعو هكذا اللين دينا حتى الفوق ونفرغوه في الخليط دينا باش يجينا الموسكوتو دينا ولي الكيك طالع ويجي مهوي كخطوة اخيرة نعم هكذا خطوط هكذا كبعوت الشيواء باش هكذا يجينا مستوي نعملو بالطول و بالعرض ونتخل الكيك دياللي طيب لي ملتحت كين حسو بلي طيب لي ملتحت نعمد كدي عليها نحمرو من الفوق و باش نتأكدو باللي الكيك دياللي طاب لنا هاو دينا الكيك دياللي طاب قبل ما نخرجوه من الفرن نبي كيك دياللي هكذا وعودتها الشيواء وكي يخرجوه ناشف نعرفو الكيك دياللي راح طائب نخلي الكيك دياللي يبردلي في المور ودروقة نمشو نحضر الكريمة نحتاجو فيها الى كاس ونص تعب بودرة الشانطية هذا كاس اللي اول وزيتنا نص كاس احتى البودرة الشانطية نعملها في الفخيجية باش تكون عندي باردة نزيد عليها ثلاثة اربعة تلكوب حليب بارد ولا ما بارد لكم الاختيار لكم تفسيف خدموها بالما خير ونزيد عليها زوج عولة بتاع كرين ديسر بدوق تال كغامل يعطي وبننا لهذه الكريمة ونزيد عليها ربع بلعقة صغيرة تاباتا غام بدوق الكغامل ونجيب الباردوغ دياللي في اللون نعملو على سرعة منخفضة باش هذه البودرة الشانطية متبقى شغيرة ونعاوض نقوي على السرعة تال باردوغ ونبقى نخلط نخلط حتى توليلي هاد الكريمة دياللي متماسكة في اللون ديالها يكون فانصي ودامكم ما نطربوه هو اللون ديالها يقولي فاتح كتر وكتر وكتر وانا نخدم فيها ونطربوه هي تطلعلي حسيت هذه الكريمة دياللي متقدنيش اطلاللهم وانا نمشي نزيد الدروقة خملي حتى نكمل كامل وطبقى لنقصة نعاوض نخدم كريمة واحد اخرى مجديد بشيت ضفت النصف كاس تاع بودرة الشانطية وربع كاس تال حليب بارد ثم البنات من الأول عملو زوج كيسان تاع بودرة الشانطية وكاس تال حليب بارد وستعاوض قليل متى هاتيك باطاغم بدوق الكغامل سوف ندرب وندرب هذه الكريمة شانطية حتى الحجب ديالها الضعف وولت لها بطرسها متى ماسكة حتى تحسوا تشكلها حل ما نقار في الفو دياللي عاد هذه الدربة تريدو شوفوا المنقار لي تشكلنا في هذه المرحلة ساين نريدو ونعرفوا الكريمة شانطية ديالنا ريها ناجحة خاصة باش نزينو بها خاصة تكون بطرسها باش نشكل هادو كلي غوزاص شوفوكو حتى نقلبوها كدليان على فمو متحنا موالو متى تغرق موالو ندخل هاد لاكخام ديالي فقلبي في خيجي دغ ونخليها تبرد حتى الوقت اللي نحتاجها ونرجع لهذاك الكيك ديالي دروقة راح برد لي راح بولالي صاير دافي نحهم المور ونخليه في الطبسة ونخليه يبرد تماما بنات خليوا الكيك ديالكم صبح لعشية ولطيبه في الليل وحتى الغداء صبح وفوتو باش تقصوه حتى الكيك ديالنا يبرد عاد نفوتو باش نقصموه على زور ونبعد الكيك ديالي برد لي جبت هكذا منشار يكون عندنا مسنن ويكون عادة عندكم شفية طويل ونبدأ وغين تخاصي وهكذا في الحواشي ضاير صاير هكذا نقصموه على زوجي إذا كان عندكم معالي بسفت قدوا تقصموه حتى على ثلاثة الطبقة انا قصمتوه غير على زوجي نتخاصي وهكذا ضاير صاير نعودوا نجيبو خيط الخياطة أنا ندمت هنا اللي ما عملته لكم مش كحل باش يبالكم نرفت هكذا قردة الخيط تكون عندي شفية طويلة ونفوتو هاداك الخيط فوق هاداك الخط اللي عملناه بالخدمة وكينجيو التالي كامل شوفوا البنات نخالفوه يعني نخوازيوه الجيها اللي كتقبتها الخيط باليامي نرجحها في اليسار والجيها اللي كتقبتها باليسار نعملها في اليديت اليامي نعمله بها علامة فيه ونبتقوه نجيبو غيب شوية وحنا نجيبوه واداك الكيك ديالنا يتقصص كامل احتل الخيط ديالنا نحيوه وفي هذه المرحلة سيكونوا قصنا الطبقة تالكيك ديالنا على زود نعود ونجيبوه هكذا حاجة بلات كمات طبسي بلات كمات طبسي بلات انا جبت هاداك هذه النحاسات على المول تلقاطو باش نرفض منها هاداك الجزء العلوي تالكيك شوفوا معاي هاداك الجزء العلوي تالكيك كان عندي منتفخ نمشي نحيوه كاب هاداك الحدبة اللي كانت فيه هاداك تأدو تعملها في الفيغي لنعمتها لهم هاداك النهار تحلية فرحو بيها دوز اوناه والان نمشيوه نعمل المونتاج دوكتوفو في امكانيات جد بسيطة ما عنديش بزاف صوالح بصح عملت الكيكات تاعي وفرحتهم شوفو نفس المول اللي كنت طيبت فيه نحيوه غير قاعدة استعملت غير دائري بلاست الساخصو اللي نعملو به المونتاج دخلت في قلبه هاداك الطبقة السوفلية 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 هاداك نحاول نوزع فيه بشكل متساوي هذا الجزء الاول على الخدمة اضافة المعيل اضافة المعيل اضافة المعيل يجب ان تكون متساوي لا يوجد طبقة اضافة الطبقة الثانية لا يوجد طبقة قطر تعطيه كمية لا تستطيع اضافة tips اضافة سميل حنا اضافة 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 اضعها بشكل متساوي المشكلة في الطبقة الفؤانية يجب ان اضعها 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 م магومي اضعها 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 estabوك اضعها حاولت نفيدها في الكنجيلاتر و تبرد 4 ساعة و لا تحيوها فخي جدا حتى تبرد لكم غاية هذا الكريم هنا الكيكري عندي باردة و نحاول ان نفتح في المول قبل ان نفتح عليه فو تضاير ساير بالخدمة و نحيط المول غيب الشوية و هاو طرق عمرت لبورشا ديالي بالجوز الثالث والاخر تلاك خام يقول لكم اللي هو نقسموه على ثلاثة الأجزاء هذا الجوز الثالث و هاو نعم شوية تلاك خام في الجناب باش نصقوح شوية تلاو او او ايفيلي عودت بتاكل الخديمي الصغير اللي كنت نخدم بها في الأول او او المعلقة اللي تحبوه و نبقى نعمل غيح شوية تلاك خام في الجناب باش بزاف بزاف و فينيوها مع الحاشية تلاح تخطي لكم باش تجيكم الخدمة شابة حاولوا قدر الامكان تعملوها شابة وهنا التبصي مكاش يدور كنتنا ندوره بيدية ولا ننضور بلاسة واحدة ملزوج خاص واحد فينا يدور يا هو يدور ولا ننضور ولا ندورو ودورو ام بعد اللي كملتها في الجناب نجبتح شوية تلاو او او كان عندي ايفيلي ومحمص حمصو عملو اللون ديالو احمر باش يجي شباب ويعطي اللون شباب وجامل اكتر لعتخد ديالكم وهكذا ننفض غيح شوية تلاو او هكذا فيديا ونحاول اللصقو في الجناب وانتحليل تحت متبصي نعود نبقى اللصقو غاله نبقى اللصا كامل جناب دياله نحاول ذيك زيادته او او هكذا نحيا ملتبصي كامل تكزيادته و حاولت مكتر بشكل كبير بشكل كبير بشكل كبير و قمت بشكل كبير و قمت بشكل كبير و بعد ذلك كملت تشكيل الغزاء نحن نجد ديكوجل هذا ديكوجل قمت بشرح مفصل بجميع التفاصيل والمقادير و فيديو و بحده و اضعكم الرابطة في صندوق الوصف الذي لم أشاهد الفيديو بضوق الكرامير اقتصادي و الذي يستعمل في المحلات و بنيه بثاف بثاف و قمت برد في ديكوجل القمت بشكل كبير حتى يكون دافئ عادة تنكبه فوق العطخ و لا نكبه هو سخن فوق العطخ على خطرية يضوب من الكريمة الكريمة الشنطية لم تحبش سخنة و قمت بشكل كبير وانا نمشي فيه بقيت ساهية مع الكاميرا نشوفه لا يتصور لما تصور حتى اتاشيت شوية لغوزة دخلت لات اخت ديالي تبرد لي غاية الغاية ونبعد لي بردت لي راني فوت باش نقصلكم حالقردة باش نشوفها كيفاش جات البنت جات رائعة البنت بديت ناكل معاكم حالقردة لتندوق معاكم حالقردة حتى مفطن تبقيت ناكل فيها ونعود حتى قريبة ننكملها جات خفيفة ورطبة جات بنينة بزاف بزاف بالدوقت الشوكولة والكارامل ما تاكلوا منها ما تشبعوا وركم شتوا معايا في الفيديو بإمكانية بسيطة مكونات ماشي بزاف وحتى ما يكونش عندكم سوالح بزاف ورئامة بزاف تقدوا تفرحوا الوليدات والعائلة وتقدوا تعملوها حتى هكذا هادية تعبيوها هكذا شي دار معاكم وللوالديكم تحمل لكم وجكم كانت هادية وصفاتي اللي اختارتها لكم نهار اليوم نتمنى انكم حتى تنجحوا في التحضير ديالها وتراسلوني في التعليقات ليكم فرحيني ربي يفرحكم دنيا واخرة ونشكر كل واحدة دخلت معايا جديدة نقولها ألف ألف مرحبا ونشكر كامل حباباتي اليوم يدعموني وقفين معايا دايما دايما سواب اللايك سواب التعليقات ربي يفرحكم وجازيكم كل خير ونشوفكم فيديو آخر بإدني الله مانتر صحية اشتركوا في القناة